صباح الخير على حضراتكم ويوم جديد في برنامجكم بنصبح عليك على الهواء مباشرة والنهاردة الأربع الموافق 21 فبراير 2024 هيكون معانا العديد من الموضوعات رح نتكلم عليها هيكون معانا مداخلات عن معرض إيجيبتس 2024 وهو معرض ومؤتمر السابع وحنتكلم عن أهمية هذا المعرض للطاقة وطبعا توفير الطاقة الخضرة وأهميته هيكون معانا مداخلات هاتفية هيكون معانا أيضا تقارير عن ذكرى ميلاد وذكرى رحيل للعديد من الفنانين هيكون معانا تقارير عنهم وهيكون طبعا صباحك نشاط فقرة عن الرياضة وأهم التمارين الرياضية الصباحية اللي احنا ممكن نمارسها والأكيد هيكون ليها نفع سواء بدنيا أو نفسيا كمان هيكون معانا فقرة الأخبار الخفيفة والسريعة والفقرة الرئيسية معانا هتكون عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثلاثتاشر واللي كان في معبة الأقصر في الفترة ما بين 9 إلى 15 فبراير هنتكلم عن أهمية هذا المهرجان ودي هتكون الفقرة الرئيسية لكن قبل ما نروح لفقراتنا وموضوعاتنا المختلفة اللي هتكون معانا النهاردة في يوم الأربع ننشط نفسنا ونروح نسمع أغنية ونرجع مع حضرتكم لفقراتنا النهاردة في برنامجكم ونصبح عليك الحقيقة أن معرض هو مؤتمر مصر الدولي السابع معرض إيجابتس وداية الحياة كان في الفترة ما بين 19 حتى 21 كان معرض طبعا ما بين مصر وما بين دول العالم طبعا أهمية الطاقة في حياتنا والحصول على طاقة أنظف وأكثر استدامة وأيضا الحد من الانبعاثات الكربونية وتنمية الطاقة المتجددة والطاقة الخضرة وطبعا خاصة الهايدروجين ده مهم جدا لذلك جاء هذا المؤتمر مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع معرض إيجابتس يساعدنا يكون معانا مداخلة هاتفية دكتور سامح نعمان أستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم تهاتي لحضرتك والأستدام صباح الفل على حضرتك يعني الحقيقة مؤتمر إيجابتس كان مؤتمر هام جدا في الفترة ما بين 19 و 21 فبراية لو تكلمنا عن أهمية هذا المؤتمر وما حققه من أهداف وحضرتك المؤتمر أصلا كان قبل كده خاص بالبطرول ومنتجات البطرول والتطوير فيها ولكن آخر السنة لفترة تتحول من المؤتمر للبطرول إلى منصة شاملة للطاقة كلمة منصة شاملة للطاقة يبقى بيحوي جميع ما هو ينتج الطاقة سواء بطرول غاز طاقة تقليدية طاقة متجددة طاقة نووية هيدروجين أخضر طاقة خضراء فأخبحت منصة شاملة كاملة ولذلك نلقى أن المؤتمر السنة دي كان فيه 35 ألف مشارك من 120 دولة وحوالي 2200 أعضاء وفود وفيه أكتر من 40 شركة مصرية عالمية للطاقة والبطرول والغاز والتكنولوجيا الطاقة دول مشاركين في المضاف كمان المعمول معرض على مساحة 39 ألف متر مربع ده خاص بشركات الطاقة والانتجات بتاعتها من 12 دولة لأن 12 دولة حدث أجنحها هناك الدول دي كانت هي السين والهند وتركيا ورومانيا وقبرص واليونان وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا والإمارات وإنجلترا وأمريكا ده كمان فيه 450 شركة أرضا ده معناه أنه أصبح مستوى عالني لهذا المؤتمر وكمان بالإضافة لكده المتحدثين الرسميين لأن أي مؤتمر بيزر فيه قوة المتحدثين الرسميين 18 متحدث رسمي من مستوى العالم والمشاركين كمان يعني شركات عالمية خاصة بالطاقة والبترول والغاز ووزراء ونواب وزراء على مستوى العالم الـ 18 كمان كان فيه 80 جلسة نقاشية 80 جلسة نقاشية بيتكلم فيها 300 متحدث تأتي بي قوة كبيرة جدا للمؤتمر كمان مذكرات التفاهم اللي تمت إمبرح تمت 9 مذكرات التفاهم أخطرهم وأهمهم التفاهم اللي كانت بين شركة جنوب الوادي وشركة تشلمبرج جيل ديت لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية في مصر وده أحد أنواع الطاقة المتجددة وأول مرة يتم في مصر اتنين فيه شركة جديدة بدأت خدف التصريح اللازمة والترخيص أنها تأمل تموين للسفن بالوقود الأخضر عن طريق الوقود بالميسانول الأخضر وإحنا عندنا أول تجربة عالمية اللي تمت في شهر أغسطس السنة اللي فاتت ومولنا سفينة بـ 500 طن ميسانول الوطاقة الخضرة وده كانت أكبر كمية بتستخدها السفينة وده أول سفينة في العالم بتشتغل بالوقود الأخضر وعدت على كوريا وعدت على ماليزيا وأخذت منهم كميات من الوقود الأخضر ولكن أكبر كمية وقود أخضر أخذته من شرق بورسعيد وده إثبات لنا أننا بننتج من الوقود الأخضر من قبل ما الدول التانية تنتج وده الشركة التانية دي هتبقى مصدر قوة لهذا الانتاج تمام بشكر حضرتك طبعا يعني ساعدنا تكون معنا هنا على الهوى نساء الله بشكر الدكتور سامح نعمان أستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة شكرا لحضرتك يعني عايزة أقول أن يكفي أن شعار مؤتمر إيجبت الحقيقة شعار يعني بيبين قد إيه هو مهم وقد إيه هو الغرض من هذا المؤتمر هو شعار تحفيز الطاقة تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الإمدادات نروح لهذا الفاصل ونرجع معه حضرتكم لكمل فقراتنا النهاردة في برنامجكم بنصبح عليك رجعنا لكم مرة تانية والحقيقة أن الفنان القدير عمر الحريري أمتعنا بالعديد من الأعمال سواء كانت مصرحية أو سينمائية أو تلفزيونية والحقيقة زي ما بنقول كده ابن الوزد عوام أو بنت الوزد عوام مريدت عمر الحريري كمان فنانة الحقيقة يعني حتمتعنا كمان المرحلة الجاية في رمضان ومعنا اتصال هاتفي ودخلة معنا مريدت عمر الحريري صباح الخير صباح الخير صباح الخير على حضرتك ويعني بنت الوزد عوام فعلا يا رب حبك للفن جا من ارتباطك بالوالد ولا جيه ازاي انا طبعا اكيد طبعا يعني اكيد طبعا اتصباطي بي ونشعف في بيئة فنية طبعا بتخائج واحدة ومتشدع اكتر اكيد كان لديك مشاركات قبل كده وكان هو بيشجعك الفنان القدير عمر الحريكة بيشجعك لا 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 انا عمري ما اشتغلت في المجال خالص اه ممكنت عيشة في مصر كنتش موجودة يعني في قائرة اه فكان حيبقى صعب الممالسة يعني فا ما لكيش مثلا تعالي جربي او انتي قدير انا عن نفسي جربة مثلا وممكن ان كنت زمان دايما عندي انتباع عندما الكاميرا مش بتحبيني حتى ما عنديش صور فوتوغرافية كتير اه يعني زمان طبعا احبني موبايلات والحاجات دي يعني كاميرات وبعدها بقى حاجة شفتي بقى حبك للتمثيل اكتشفتيها بقى بعد وجود الكاميرات والكلام ده صح؟ اه لا هي بعد ما بقيت بقى خلاص طضية يعني يعني الولاد بقى كبروا وجووسوا وخلفوا الفن برضو مش عايز شريك يعني عايز تفرق اه يعني عايز تفرق فلما الولاد بقى خلاص كل واحد راح بقى حياته تقل وكده فقلنا ان هو بداع بقى اه بداع يعني طلعتي بقى اه للبداع طب حتى بداعي بقى في رمضان وحتى هيكون في مشاركة اه في مسالسة الرمضاني صح كده؟ ان شاء الله بزيلا طب ما تقول لنا كده دورك ايه بالزبط يعني دور ايه؟ لا اتفرجوا احسن يعني انا ما بحاجة كده اي حاجة كده انكروزف يعني بنصبح عليك صعب 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 يعني خلينا بس نتفرج مع بعض وننبسط مع بعض طب التجربة الاولى في حياة مرات عمر الحريري شايفاها ازاي هي صعبة شايفاها تجربة عاملة ازاي يعني انت تقيميها دلوقتي بعد ما اخدت التجربة دي شايفاها ازاي تقدري تقولي عليها ايه؟ يعني تجربة ممتعة قد ما هي مهلكة الحقيقة بس هي تجربة ممتعة في الدلوق مثل ما بتشوفي النتيجة ورد فعل الدمور ونسوا بصوتة وبعدين كل مرة بتحدي الطريقة مختلفة وبشكل مختلف بتغطري الشخصيات لا ايه فيها ممتعة ممتعة الحقيقة ممتعة جدا بس النتيجة بتخلي الوعد ينسى التعب كله اكيد اكيد واحنا بقى متشوقين نشوف بقى مريتة عمر الحريري كده هتعمل ايه في رمضان فانا متشوقها بالتوفيق دايما كده ويعني هيبقى ان شاء الله كده انا عندي عشرة كتير ان هتبقى حاجة مختلفة بشكرك على مداخلتك النهاردة معنا وان شاء الله بقى ان يكون لينا لقاها بقى بعد العمل بعد عرض العمل ان شاء الله بإذن الله مرسيليك خالص مرسي بشكر طبعا ميرتة عمر الحريري الحقيقا عايز اقول النهاردة 21 فبراير هو ذكرى ميلاد الفنان المنتصر بالله الفنان المنتصر بالله زي فنانين كتير تخرجوا من كلية الزراع وعمل مهندس زراعي تخرج في السبعينات وعمل كمهندس زراعي لكن حبه للفن خلاه يتجه ويدخل معهد العالي للفنون المسرحية وتخرج 77 وطبعا امتعنا بالعديد من الاعمال المسرحية تصل الى 30 عمل مسرحي منهم عشان خاطر عيونك ومسرحية عائلة سعيدة جدا وكمان 44 عمل سينمائي منها سواء الاوتوبيس ودد الحكومة والعديد من الاعمال الإزاعية وايضا التلفزيونية الرائعة لكن تسميته المنتصر بالله ده لها حكاية شيقة جدا انا اعرفها في هذا التقرير المنتصر بالله في 21 فبراير 1950 في القاهرة لأسرق من أصول صعيدية مهبت المنتصر بالله برزت في المدرسة الابتدائية حيث شعره بانجذابه الى الفن حينما علمه بوجود حفلة لعيد الام بالمدرسة إلى اتجاهه للعمل مع الفنان الكبير فؤاد المهندس الذي تبناه وبدأ يسند إليه بعض الأدوار الصغيرة حتى استطاع أن يؤكد حضور موهبته كممثل قوي وكوميديان جذب إليه الأنظار وتخرج من المعهد في 1977 وقدم ما يزيد على 30 عرضا تعتبر مصرحية عائلة سعيدة جدا التي قدمها للمصرحي الكوميدي مع السيد بدير وأمين الهنيدي وأزبيدة صروت بداية شهرته بشأن العالم كل بينادي بالتوسع في الطاقة النظيفة والتوسع في الطاقة المتجددة والأكثر استدامة وده مؤتمر إيجبتس 2024 هو ده كان أهم النتائج وأهم الأهداف اللي كان بيسعى عليه معانا اتصال هاتفي معانا مدخلة هاتفية دكتورة ولاء عبدالله دكتورة بالاقتصاد ومتخصص بالطاقة صباح الخير يا دكتورة صباح النور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك لو تكلمين عن أهم النتائج الإيجابية من مؤتمر إيجبتس 2024 الحقيقة مؤتمر ده ومعرض نصر الدولي السابع للطاقة إيجبتس 2024 أرسل رسائل مهمة للعالم عن قوة الإمكانيات مصر في خلق فرص استثمارية وعيدة في الطاقة النظيفة وأن مصر لديها جاهزية لجذب الاتثمارات الهيدروجين الأخضر لأن مصر بتتميز بكون هنا ثالث أكبر الأسواق للطاقة الكهربائية من حيث قدراتها وحجمها الإنتاجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وده طبقا لتقرير فتش 20-23 كمان بتنظر التوقعات إنها أحد أكبر معدلات النمو من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى نهاية النحوة إن أداء مصر في قطاع الطاقة الكهربائية بيتفوق على المتوسطات العالمية والإقليمية ونجد إن شعار المؤتمر عندنا هو التحفيز الطاقة وتأمين الإمدادات وتحاول الطاقي وخفض الإمبعاثات فالمؤتمر بيهدف إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بالانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسؤولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاستصادي وتلبية إحتجاجات الشوف وهو تتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق التقنيات الحد من الإمبعاثات الكربونية بالتوازي مع سنمية الثقاط الخضراء والمتجددة وخاصة المهاجمين فبنجد إن المؤتمر بيرسخ مكانة مصر كشريك استراتيجي في أمن الطاقة وبيوتيح فرصة لمصر للتعاون مع كبريات الشركات العالمية للطاقة من خلال إلتقاء الكوادر الفنية للصناعة من مختلف الدول علاوة على مبرنج لشباب تنهيون في صناعة الطاقة فإحنا بنجد من خلال المؤتمر تم إلتقاء الرؤساء التجهدين لهذه الشركات العالمية الكبرى للطاقة هنجد إن إحدى الشركات العالمية إن هي مبهودة مشاركة في المؤتمر بتخصص لضخ التثمارات الجديدة في مصر تصل إلى واحد ونص مليار دولار مع إن كانت ضخ التثمارات أخرى تصل إلى خمسة مليار دولار مما يوصن في جذب التثمار الأجنبي المباشر لمصر وخصوصا في مجال الطاقة الخضراء والتثمارات الخاصة بالشركة العالمية دي بترتكز على ثلاث مراحل أول مرحلة هتبقى واحد وثلث مليار دولار في البحث والسوقيب في منطقة المتوسط في المياه الإقليمية والتثمارات بالدلسة الثاني مرحلة هتبقى تحاول الطاقة للتقليل من إمبعاسات الكربونية المنفجة من الغاز والنفط من خلال إقاماتها المشروعات في ذلك ثالث مرحلة عملية تصنيع الهيدروجين الأخضر ومقلوب وكمان من خلال مؤتمر إيجي في ساعة عشر أربعة وعشر تم توقيع مع شركة أخرى عالمية وهي مرائدة في مجال توفير الأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تم توقعها مع هيئة البترول بهدف دمج خبرات وإمكانات الشركة العالمية في توفير خدمات وتقنية ذكية في قطاع الطاقة والبترول وللمساهمة في دعم التحول الرقمي للقطاع في طارق سراتيجية مصر للتحول الرقم 2030 وكمان لتقديم حلول الطاقة المستدامة في قطاعي البترول والطاقة بالاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي تمشيل أيضا مع مرؤية مصر 2030 وده من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة وبالثاني استحضر نحو الأفضل وطبعا مصر ذكي بتواصل خطواتها نحو الاقتصاد الأخضر وتبرد أهمية المشروعات الخضراء في دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني بالتوفيق دايما ونتمنى بقى المؤتمر الثامن حيبقى فيه تغيير أكثر المرة دي كان قبل كده كان نعمل البترول لكن دوقتي بقت شركات مشاركة طاقة وبترول غاز فأكثر شمولية بشكر حددك طبعا بشكر الدكتورة ولاء عبدالله دكتورة بالاقتصاد والمتخصص بالطاقة شكرا لك نطلع للفاصل ونرجع نستكمل معا حضرتكم فقراتنا النهار ده في برناماتكم بنصبح عليك لو اتكلمنا عن الأولاد في الأيام دي والشباب الحقيقة بقى عندهم كده اتجاه ان هم عايزين لحاجة سهلة من غير تعب من غير اجتهاد عايزين يوصلوا عطوي بقوا ناجحين من غير أي تعب ده يعني منشوفه كده مع العصر السريع اللي احنا بقينا فيه وانا بقينا نستغرب حتى لولادنا ليه طلعين كده مش عايزين يتعبوا ليه معانا مداخلة ونعرف ايه الحالة دي بالضبط استاذة جهات عجاك خصائي صحة نفسية وارشاد نفسي صباح الخير يا دكتورة صباح الورد صباح الفل على حضرتك صباح الفل عليكم يعني شايفة فيه اتجاه كده للشباب دلوقتي ما بقاش عايز يتعب يعني عايز الحاجة كده تجيله سهلة ولا عايز تعب بس هو عايز ينجح الحقيقة يعني عايز يبقى ناجح وفي مكانة عاية من غير أي مجهود فإيه الحالة دي؟ هو طبعا حضرتك ضفتي هي السرعة فعلا بتاعتي الوقت والزمن حوالينا ورؤية الأولاد التغيرين للسوشيال ميديا وفي سن المراهطة هم متخيلين إن كل حاجة سهلة وبداية الموضوع هيبقى من عند الأب ومن الأم من داخل الأسرة يعني ده سببه السوشيال ميديا هي اللي عملت فيهم كده؟ او ما هي قالينا صورة يعني مثلا ممكن تقعد بنت مثلا سبعتاشر ستاشر سنة على مثلا الابليكيشن معين على السوشيال ميديا كهي شايفة إن الجو المحيط أو الناس البلوجر المعروفة أو كده لا دول حياتهم سهلة تصوير وخروج وصفر ولبس بس مش دي الحقيقة مش دي الحقيقة أكيد في خلفية أنا معرفهاش وده بقى بيجي دور الأب والأم التوعية إنه يقول لهم إن دي لقطة في الحياة الصورة اللي بيتحكوا فيها ولا هما مبسوطين ولا دي لقطة هي مش بتعبر عن حياتهم كاملة أيو التوعية ثم التوعية ثم التوعية وأحيانا في قواعد مارينة كده في الصحة النفسية ممكن أطبقها بسهولة وبذكاء بعض الحرمان بيوصل للذة النجاح يعني مش كل شيء يكون متاح ليهم اتعب اشتغل لو أنا بنوتي صغيرة حتى كنا عملنا تطبيقني الفكرة دي من فترة قريبة جدا ونكحت إن إحنا عملنا زي قبن دي لأصفال صغيرين عامين حلويات بأيديهم بيزة بأيديهم مشغولات يدوية بأيديهم حتى لو مش كاملة الصنع ومش بيرفكت ومش أحسن حاجة بس هم ليها طعم علشان بأيديهم طبعا ايوة تعبوا وقدموها فاحنا اشترينا فيعني ايه بمعك فلوسة يعني ايه تنجح بطريقة لازم يكون قبلها تعب الفلوس مش سهل إنك تاخدها صحيح مش سهل إن أنا طول الوقت انت مسكت بسهل واي حاجة انت بتعملها اي انجهد مش بيرفكت كده هتطلق أحلى يعني لو زي ما حاجة قلت كده لو احنا بنعمل حتى نجيب طرطة هيلة لكن لو انت بتعملي حاجة طرطة يعني ربع ربع بس يعني بتقولي عليها دي فضيع بالضبط حتى لو طبقنا ده برضو بكلام تاني سهل جميل كده زي كلام حضرتك الأكل في البيت بيباله طعمي تاني طبع طبع اللي الأم عاملاه مدته حتى إن أنا قاعد في البيت ما شاء الله الأكل طول اليوم موجود ترام ماما عملت أكل مهزاي الأكل اللي أنا بجيبه تكاوية بشرعة ثالث وهو أكل وكلنا واتغدينا وانتعب صحيح بشكر حقيقة دكتورة ولازم يبقى لينا اللقاء هنا على الهوى إن شاء الله نتكلم أكثر عن الصحة النفسية لأننا محتاجينها طبعا في حياتنا كلنا يعني بشكر أستاذة جهاد عجاك أخصائي صحة نفسية وإرشاد نفسي شكرا لك الحقيقة النهاردة 21 فبراير هو ذكرى رحيل الفنان محمد رضا رحل عن عالمنا 21 فبراير 1995 والحقيقة يعني مشوار فني طويل 50 سنة من العطاء أعمال مصرحية وتلفزيونية وأيضا سينمائية ودايما هو اللطيف قوي في دور المعلم كده ابن البلد وكمان يعني هو تتلمز على يد عباقرة زاكي طوليمات ويوسف وعبي نطلع نشوف هذا التقرير عن محمد رضا ونرجع نستكمل معها حضرتكم فقراتنا النهاردة ومنذكرى وفاة الفنان محمد رضا محمد رضا في أسيوت في 21 ديسمبر 1921 وحصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وأيضا حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953 تتلمز محمد رضا على يد يوسف وهبي وذكي طوليمات وعمل مهندس بترول قبل أن يعمل بالفن كانت من أهم المسرحيات التي قدمها خلال مشواره الفني مسرحية زؤاء المداء والتي نجح من خلالها في تأدية دور المعلم الفنان الراحل مئات الأدوار في السينما والإذاعة والمسرح والتلفزيون ومنها أفلام عماشة في الأدغال البحث عن فضيحة انت اللي أتلت بابايا العتبة جزاز معبودة الجماهير تلاتين يوم في السجن الزواج على الطريقة الحديثة الراجل ده هيجنني العيئة والدريسة سيد اشطى شادر السمك الراقصة والطبال البيل بواب وغيرها كما قدم للإذاعة العديد من المسلسلات أشهرها محمد رضا بوند ووصل نجاحه إلى إنتاج أعمال تحمل اسمه ومنها فيلم رضا بوند ومسلسل قهوة الرضا رحم الله الفنان الكبير محمد رضا تمامه النهاردة 21 فبراير هو ذكرى رحيل فنان جميل بنحبه كلنا محمود شكوكو بدأ حياته بالنجارة لكن حبه للفن خليه يتجه للفن وكمان كانت تقليل تعامل كبير جدا مع اسماعيل ياسين وكون معاه ثنائي ثنائي مونورجست وكون كمان فرقة خاصة به ويكفي ان محمود شكوكو هو الوحيد اللي اتعاملت له دمية دمية بشكله بالباب البلدي اللي هو بيرتديه بكمان القبعة المتميزة لكن الاسم المركب محمود شكوكو ده ليه قصة شيقة جدا هنعرفها في هذا التقرير رحل الفنان محمود شكوكو يوم 21 فبراير سنة 1985 واترك رصيدا من الاعمال الفنية التي خلدت اسمه بحروف من نور حيث شارك محمود شكوكو في الكثير من افلام الابيض والاسود وارتبط باسماعيل ياسين واشترك معه كثنائي مونورجست وكون فرقة خاصة به اكتشفه محمد فتحي كروان الاذاعة المصرية بعد ان سمعه يغني في حفل عيد ميلاد عمل كنجار في بداية حياته في ورشة والده ثم اسس ورشة خاصة به عمل محمود شكوكو حتى اوائل الاربعينات في الافراح دون ان يتقاضى ايات مقابل مادي اما عن اول اجر تقاضاه الفنان محمود شكوكو من عمله في الفن كان قرشين صاغ في فرقة الفنان علي الكسار على مصرح في رود الفرج وشارك بالتمثيل وغناء المونولوجات وقت ما كانت بطلة الفرقة الفنانة سعاد حسين اول مرة يرتدي الجلباب كانت بالتزام مع اغنية كتبه له احمد المسيري حملت اسم ورد عليك فل عليك يذكر ان الفنان محمود شكوكو هو الفنان المصري الوحيد الذي صنع له دمى صغيرة على شكله بالجلباب البلدي والقبعة المميزة التي كان يرتديها كان من اول الافلام التي شارك فيها فيلم احب البلدي اخرج حسين فوزي بطولة انوار وجدي وتحية كاريوكا وغنى خلاله ورد عليك والحارس الله اما البطولة السينمائية الاولى لمحمود شكوكو فكانت امام الفنانة سمية جمال في فيلم البني ادم وابرز افلامه هو دوره في فيلم عنطر واللبلب الذي لعب بطولته مع سراج مونير رحم الله الفنان الكبير محمود شكوكو تانية مع فقرة صباحك نشاط دعوة لممارسة تمرين رياضية بسيطة كده صباحا هتفرق كتير نفسيا وكمان جسديا نروح لهذا التقرير عن بعض تمرين رياضية اللي احنا ممكن نمارسها صباحا كل يوم وحتفرق اكيد من خلال هذا التقرير ونرجع مع حضرتكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية لفقرة الاخبار الخفيفة والسريعة اليوم الأربع الموافق 21 فبراير 2024 أولا الأهرام الرئيس السيسي يستقبل رئيس طيار الحكمة الوطني العراقي ويؤكد دعم مصر للعراق أما عن أخبار مصر الرئيس السيسي وعمار الحكيم يحذران من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة اليوم السابع رئيس الوزراء مصر مستمرة في تقديم جميع أشكال الإغافة للأشقاء الفلسطينيين ولعب دور الوساطة لإقاف الحرب أما عن الأهرام الحكومة تنفي وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطارية على مستوى الجمهورية الأخبار وزير الأوقاف التوسع في الأنشطة القرآنية والدعوية خلال شهر رمضان مصر اليوم محافظ الجيزة التوسع في معارض أهلا رمضان والمنافذ السلعية لتغطية كل القطاعات أما عن أخبار اليوم وزير التعليم العالي مليار جنيه لتنفيذ مبادرة تحالف وتنمية بالأقالين أما عن أخبار اليوم الأوتوبيس الطائر بضميات يفاجئ المدارس للتأكد من انضباط العملية التعليمية الوطن وزير الشباب يشهد بروتوكول بين الوزارة وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الرياضة وزير الرياضة يطمئن على حسام حسن بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أما عن اليوم السابع ملك حسين حققت أول مدلية في عمر 12 عاما وهدفي إنجاز للسباحة البرولمبية في باريس أما عن أخبار مصر البحوث الفلكية تعلن أول أيام رمضان فلكيا الاثنين 11 مارس وعدته 30 يوما وكل سنة وحضرتكم بألف خير أخيرا التقص تقص اليوم ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة صباحا بالطرق والصغرة بالقاهرة 13 درجة وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة القاهرة العظمة 22 درجة والصغرة 13 درجة الإسكندرية العظمة 20 والصغرة 12 ومطروح العظمة 18 والصغرة 10 سهاج العظمة 22 درجة والصغرة 9 وقناء العظمة 24 درجة والصغرة 11 وأصوان العظمة 27 درجة والصغرة 12 درجة وبالتالي نكون خلصنا أهم الأخبار الخفيفة والسريعة اليوم الأربع الموافق 21 فبراير 2024 وهنروح دولة الفقرة الرئيسية النهاردة وهي عن مؤتمر الأقصر للسينما الأفريقية 2024 هنروح لهذه الفقرة لكن بعد الفصل